السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حل مع بعض دلوقتي محافظة البحيرة امتحان اللغة العربية الصف الثالث الاعدادي معنى ازهلت ادهشت مفرد ابحاث بحث ازهلت الدكتورة سميرة موسى ان العالم بنتائج ابحاثها في مجال الظرة كانت تأمل ان تسخر علومها من اجل خير البشرية ضع لم تصح او خطأ كان تكريم سميرة موسى او كان تكريم مصر لسميرة موسى دافعا لها غلط دعت سميرة موسى العقد مؤتمر دولة احتشعار الظرة من اجل السلام صح من كتاب طموح جارية لم تنسى شجر الضر مصر بسبب جمال نيليها وكرم شعبها سبب انسحاب نجم الدين من الرحبة وانقلاب الخوارزمية عليه علل اقامة الزينات تنفيذ للامر سوداء بنت الفقير احتفالا بزوال المنافس العنيد وهو نجم الدين علل اطالة حبس الامير نجم الدين حتى يغل السمن ويستطيع فرض ما يشاء من الشروط القراءة المتحررة معنى او مراضف تعزز تقوي مضاد البغيد المحبوب مبادئ المنافسة احترام المنافس عدم الغرور بالنصر او الاستخفاف بالمهزومة والابتعاد عن التعصب ده علامة صحة وخطأ اساس الرياضة والمنافسة على الفوز ولا بطرق غير الشرعية غلط التعصب لفريقك الرياضي مخالف لقيمة الروح الرياضية صح بعد كده من نص عباد الرحمن معنى قواما وسطا مضاد اثاما ثوابا المعاصي التي يتجنبه عباد الرحمن القتل والزنة والشرك بالله عز وجل بما توعد الله من يرتكبها بالعذاب الشديد بين يسريف ويقتره تضاد يقول معنى الآية الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما من نص كون جميلا مضاد جمال قبح جمع داء أدواء ماذا اشترط الشعر لكي يشعر الإنسان بالجمال أن يرى كل شيء جميلا في الحياة تمتع بالصبح اسطوب أمر غرض النصح والحس الفكرة التي تدور حولها الأبيات هو التفاؤل وترك التشاؤم والتفاؤل له أثر كبير في نجاح الإنسان في الحياة مضاد يزل لها مضاد يزل لها يعزها جمع مقام مقامات المقارنة بين العلم والجهل الجهل يخفض الأمم ويكون سببا في احتلالها ونهب صرواتها أما العلم فيرفعها إلى أعلى مكان انظر إلى العقام اسطوب أمر غرض والحس والنصح ما الفكرة التي تدور حولها الأبيات العلم أو طلب العلم والعلم له دور كبير في تقدم الإنسان في كل مجالات الحياة قال أحد بالنسبة لسؤال النحو أحد فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضم الظاهرة ناصحا حال منصوب وعلامة النصب الفتحة جوادا خبر كون منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة الرجال مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة المنادة يا بني منادة مضاف البدل معظمهم بدل بعض من كل مجرور بالكسرة أسلوب المتح فنعمة ما تتصف به حفظ الأسرار المخصوص حفظ ممنوع من الصرف معادن صغة منتقى الجموع يا زارع دي نكرة مقصودة لو عايزة خليها غير مقصودة بيا زارعا سرت الطريقة نصفه